ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قال رحمه الله يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة إذا عاد في جنوب الجزيرة العربية في بلاد حضرموت حضرموت والشحر وعمان وقوم ثمود كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية بين مدينة رسول الله وبلاد الشام الأردن تبوك قريب ولا تزال أثارهم إلى يومنا هذا قال رحمه الله تعالى وكانوا بعد عاد فبعث الله منهم أخاهم صالحا فأمرهم بعبادة الله وحدا ولهذا قال هو أنشأكم من الأرض أي ابتدأ خلقكم منها خلق منها أباكم آدم عليه السلام واستعمركم فيها أي جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها فاستغفروه لسالف ذنوبكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلون إن ربي قريب مجيب كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير قال رحمه الله يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين قومه وما كان عليه قومه من الجهل والعناد من الجهل والعناد في قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وما كان عليه أسلافنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب أي شك كبير لفي شك مما تدعونا إليه مريب أي شك كبير قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني غير تقسير أي خسارة ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خز يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود قال تقدم الكلام عليها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته فلله الحمد والمن هنا اختصر جدا رحمه الله فهذه سبع آيات لم يتكلم عليها إلا بأسطر قليلة رحمه الله لكن أحال القصص قصص الأنبياء فيها عبرة وفيها عظة وتأخذ منها الفكرة لقد كان في قصصهم عبرة والحافظ بن كثير رحمه الله في قصص الأنبياء في بداية البداية والنهاية تكلم وقص وأجاد وأفاد رحمه الله فهذا الكتاب من أحسن الكتب في هذه الأبواب لأن ابن كثير من العلماء الكبار أحيانا ينبه ويرد ويصحح ويضعف عليه رحمة الله فما رأيكم نقرأ قصة نبي الله صالح من البداية والنهاية حتى نجمع هنا إحالات وطول العهد ينسينا لكن إذا رجعنا استذكرنا نقرأ ما تيسر قال قصة صالح نبي نعم قصة صالح نبي ثمود عليه الصلاة والسلام وهم قبيلة مشهورة يقال لهم ثمود باسم جدهم ثمود أخي جديس وهما ابن عابر ابن إرم ابن سام ابن نوح يعني بينه وبين نوح كم هنا قال ثمود يعني أخي جديس نعم ابن عابر ابن أرم ابن سام ابن نوح وكانوا عربا من العاربة فعندنا العرب العاربة والعرب المستعربة فهذه هي العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك وهذه الديار ديار ثمود ديار خصبة جدا في زراعتها ولهذا النبي كما سيأتي لما ذهب إلى غزوة تبوك مر عليها وتلفع صلوات ربي وسلامه عليه ثم أمر الصحابة أن لا يدخلوا على ديار الظلم إلا أن يكونوا باكين فإن لم يكونوا كذلك فنهاهم عن دخولها قال رحمه الله وقد مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين وكانوا بعد قوم عاد وهذا بنص القرآن وكانوا يعبدون الأصنام كأولئك فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله صالح بن عبيد بن ماسخ بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهم وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيئا فآمنت به طائفة منهم وكفر جمهورهم ونالوا منه بالمقال والفعال سبوه وشتموه وهددوه وهددوه بالضرب والرجم والإخراج وهموا بقتله وقتلوا الناقة التي جعلها الله حجة عليهم فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر كما قال ثم ساق كعادته الآيات التي وردت في القرآن حول قومي نعم صالح ثم قال ويقال إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرهما أهل الكتاب الأمتين عاد وثمود الله يقرن بينهما قال رحمه الله وليس لهما ذكر في كتابهم التوراة ولكن في القرآن ما يدل على أن موسى أخبر عنهما كما قال تعالى في سورة إبراهيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات الآية الظاهر أن هذا من تمام كلام موسى مع قومه ولكن لما كان هاتان الأمتان من العرب لم يضبطوا خبرهما جيدا ولا اعتنوا بحفظه وإن كان خبرهما كان مشهورا في زمان موسى عليه السلام قال وقد تكلمنا على هذا كله في التفسير مستقصى ولله الحمد والمنة إذن البداية والنهاية بعد التفسير وهو يحيل كثيرا إليها قال والمقصود الآن ذكر قصتهم وما كان من أمرهم وكيف نجى الله نبيه صالحا عليه السلام ومن آمن به وكيف قطع دابر القوم الذين ظلموا بكفرهم وعطوهم ومخالفتهم رسولهم عليه السلام وقد قدمنا أنهم كانوا عربا وكانوا بعد عاد ولم يعتبروا بما كان من أمرهم ولهذا قال لهم نبيهم عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض هنا نص من بعد عاد فهم بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي إنما جعلكم خلفاء من بعدهم لتعتبروا بما كان من أمرهم وتعملوا بخلاف عملهم وأباح لكم هذه الأرض تبنون في سهولها القصور وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أي حاذقين يعني كانوا أقويا يأتي إلى الجبل وبدلا من أن يضع الحجارة ويمني بعضها على بعض تراه يأتي وكأنه يقطع بالمنشار ويدخل إليه ويفتح المغارات والغرف والأماكن مكنهم الله جل وعلا وكانت قوة في أبدانهم وربما كان عندهم بعض الوسائل لأن توجد بعض الوسائل والآلات تأكل الجبل يعني أكلا أنفاق بالكيلوهات وهذا العمل عمل ليس بالسهل فكان الواحد منهم يأتي إلى جبل منصوب ونشر وفتح بابا وجعل له يعني غرفا لو تأتي ربما الصواريخ عابرات القارات لا تضره ولا تؤثر يعني فيه قال رحمه الله أي حاذقين في صنعتها وإتقانها وإحكامها فقابلوا نعمة الله بالشكر والعمل الصالح والعبادة له وحده لا شريك له وإياكم ومخالفته والعدول عن طاعته فإن عاقبة ذلك وخيمة ولهذا وعظهم بقوله أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم أي متراكم كثير حسن بهي ناضج وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون وقال لهم أيضا يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي أي هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمارها أي أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار فهو الخالق الرازق فهو الذي يستحق العبادة وحده لا سواه فاستغفروه ثم توبوا إليه أي أقلعوا عما أنتم فيه وأقبلوا على عبادته فإنه يقبل منكم ويتجاوز عنكم إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أي قد كنا نرجو أن يكون عقلك كاملا قبل هذه المقالة وهي دعاءك إيانا إلى إفراد العبادة لله وحدا وترك ما كنا نعبده من الأنداد والعدول عن دين الآباء والأجداد ولهذا قالوا أتنهانا طيب غدا نحمل إن شاء الله إلهنا بارك الله وفك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر